وللمزيد حول تصريحات رئيس مجلس الوزراء عقب اجتماع الحكومة الأسبوعية يطلعنا عليه مراسل التلفزيون المصري كاريم بيبرس تحياتي لكم وتحياتي لجميع السادة المشاهدين من مقر مجلس الوزراء بالعالمين الجديدة تابعنا اجتماع الخاص بمجلس الوزراء والمؤتمر الصحفي للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والذي تحدث عن اهم النقاط التي تمت مناقشتها بالفعل داخل هذا الاجتماع اليوم وربما الملف الابرز والاهم هو قانون الاجراءات الجنائية الخاص بالحبس الاحتياطي خاصة بعد ان خرج الحوار الوطني بتوصيات عامة وصلت الى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ووجه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بتطبيق هذه التوصيات في اسرع وقت ممكن وهذا هو الملف الاول والابرز الذي تحدثت عنه الحكومة في هذا الاجتماع وهو الاجراءات السريعة للتعامل وتعديل قانون الاجراءات الجنائية الخاص بالحبس الاحتياطي ولكن هذا لن يكون القانون الوحيد او مشروع قانون الوحيد الذي سيقدم الى مجلس النواب لاخذ الرأي عليه ولكن سيكون ايضا هناك قانون خاص بقانون الاحوال الشخصية ايضا وبعض القوانين الاخرى ومشاريع القوانين الاخرى التي سيتم تقديمها بالفعل الى مجلس النواب بالاضافة لذلك ايضا تحدث الدكتور مصطفى مدبولي عن ملف الكهرباء واين وصلنا فيما يتعلق بالحفاظ على استمرارية الكهرباء بشكل عام وضخ الكهرباء بشكل عام لمختلف الاماكن والمناطق ومن اهم بالطبع الملفات وهي الخاصة بتوفير اربعة جيجاوات خلال الفترة القادمة والوصول لعشرين جيجاوات بشكل عام خلال السبع سنوات القادمة وهو ما تعمل عليه مصر بالفعل او بدأت بالفعل العمل عليه للعمل على تخفيض قاطع القهرباء وايضا الحفاظ على استمرارية الكهرباء بشكل عام لالاماكن المتنوعة النقطة الاخرى ايضا كنا تحدثنا مع الدكتور مصطفى مدبولي حول ملف فهام وملف السيارات وايضا ملف ما يطلق عليه بزيادة اسعار والاوفر برايس الخاص بالسيارات وتحدث الدكتور مصطفى مدبولي عن ان الدولة تعمل بشكل عام فيما يتعلق بغلاء اسعار السيارات بالتأكيد على توطين صناعة السيارات وهو ما يعزز الصناعة الوطنية بشكل عام فيما يتعلق بالسيارات واما سيارات ذوي الهمم التي يعني ربما كانت حديث وسائل التواصل الاجتماعي خلال الفترة الماضية اكد الدكتور مصطفى مدبولي انه سيتم او جاري بالفعل تشكيل لجنة خاصة لرصد كل السيارات التي داخلت خاصة ذوي الهمم خلال الفترة السابقة ليتم التعامل معها واتخاذ الاجراءات اللازمة اذا لم تكن بحوزة من يستحق هذه السيارة ايضا بالاضافة لذلك كان هناك حديث هام جدا عن فيما يتعلق بتوفير المواد الاساسية بشكل عام للمواطن المصري وان الدولة تعمل خلال الفترة الماضية وما زالت تعمل على استمرار توفير المستلزمات الاساسية والرئيسية للمواطن المصري بشكل عام ماذا هي الصورة من مجلس الوزراء بالعالمين الجديدة والان عودا ليكم مرحبا اشتركوا في القناة